السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد سبعة تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش ورح ينتقل لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر بعد ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وتسعة دقائق مساء من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر الآن بما أنه ما زال موجود في برج السرطان لغاية ساعات الصباح معناته بتنظل نشعر بقوة المشاعر والعواطف وبتظل حساسيتنا زايدة شوي هيك منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء ولكن زي ما حكينا حساسيتنا زيادة ممكن نتذكر بعض المواضيع نضطر إنه شوي هيك نزعل أو نذرف الدموع من أثناء تذكر الماضي وأهم شي إنه نراقب طعامنا وأكلنا شربنا لأنه بالفترة هاي الشهية مفتوحة وخصوصا الأشخاص اللي بيعملوا دايت بدهم يراقبوا لأنه شهية زيادة عن اللزوم يجب تجنب انتقاد الآخرين لأنه حساسيتهم بتكون في ذروتها ممكن الاهتمام من الآن وحتى ساعات الصباح في موضوع شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا أو أهلنا أو قضاء وقت ممتع في المنزل مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش الزاوية هاي بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال لتتعلق بالمسرح والروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي للقمر هو مدته مش طويلة تقريبا ثمان دقائق رح يبدأ الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا ورح يستمر لغاية الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وهي فترة سلبية طبعا دائما خلو المسار احنا منحكي انه فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش خلاص القمر منتقله بيستقر في برج الاسد اذا انطيلت اليوم القمر رح يكون موجود في برج الاسد بصير الناس من حولنا في هذا الوقت اكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع احبانا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة اجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع احبانا وابنائنا ويمكننا ان نقترض المال ايضا او نستثمر او نشتري مجوهرات او اشياء ثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الانيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الاخرين لا النا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة 6 و 15 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بتتوجه ايضا اهتماماتنا للامور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي زاوية رح تكون الساعة 8 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرانيج نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التسديس ايجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 17 دقيقة مساء بتوقيت جرانيج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني مثلا وبتمنحنا العطف والمودة ومنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمان بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا عندنا الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذه الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها اللي هي من ساعات الصباح وما بعد اللي هي القلب وما اللي حوالينه من أعضاء وأيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرانتش وبيستمر لغاية الساعة وحدة وسبعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد الهلال عمره يومين الساعة ثلاثة وحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش بنبدأ باليوم الثالث نسبة الإضاءة اليوم في نهاية اليوم الساعة 12 بالليل بتكون تقريبا أربعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 100% القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد ورح يظل في الأسد لغاية يوم 9 سبعة سعيد الآن بنسبة 100% ساعات المساء سعيد بنسبة 70% عطارة في الأسد حتى يوم 25 سبعة سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 100% عطارة في الثور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية ممكن تنهمكوا في أمور إلها علاقة بترتيب في مناسبة أو في احتفال أو بلقاء أو حتى بجدال أهم شنو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أما من ساعات الصباح وما بعد طبعا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا اليوم لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وعواطف عالية جدا فيوم مميز في كثير من الحضوض إن شاء الله برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل النشاط على مستوى التنقلات والاتصالات والسفريات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات رغم إنه بالظل الفترة هاي ممتازة للحوار والنقاش والإقناع وعندك قدرة عالية على الإقناع وبظل هاي ساعات مناسبة لاجتياز امتحان أو حتى مقابلة وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرتان أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا بصير التركيز على الأمور البيتية والعائلية بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلة أو إنشغلات عائلية يعني شوي ممكن تخلق لق بعض التوتر عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبة دعم هدية أو ممكن حل بعض المسائل المالية أهميش إنه تخففوا من النفقات وتحاولوا يعني اتركزوا على الأمور اللي تتعلق بالمكاسب أو حلول لبعض المسائل المالية من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات والحوار والنقاش وبتصير فترة جيدة للامتحانات والمقابلات وأيضا للتسويق والتجارة والاهتمام بالسيارات والإلكترونيات واللقاءات العاطفية ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا بظل النشاط ملازمكم من الآن وحتى ساعات الصباح وبظل في حيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم وأيضا طاقتكم وحيويتكم ملفتي جدا للانتباه للجنس الآخر أهم إشي أنه اليوم يعني تركز في هاي الساعات لا إتمام بعض الاهتمامات الشخصية أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بترتب وضع مالي ممكن تحصل على بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات هبات ولكن بدك تبتعد اليوم عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع رغم أنه في فرص لحل مسألة مالية أو أنه يجيكم دعم مالي برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم حاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني وإنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن شوي هيك تحس حالك طاقتك ضعيفة لدرجة أنه تفقد الثقة بنفسك أو يصير في عندك نوع من أنواع الاكتئاب أضبط أعصابك لأنه كل ما اقتربنا لساعات الصباح بيبلش في نوع من أنواع الطاقة لزيادة تيجي لعندك من ساعات الصباح بتمتلقوا بالنشاط والحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا اليوم بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بظل نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا أصدقاء أو ممكن يتوجه لكم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض المعارف ولكن حاول تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح لأنه في ساعات الصباح خلاص القمر بيوصل لبيت المتاعب فهنا بتبدأوا فترة غير مريحة خلال هذا اليوم بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنه خلال هذا اليوم متوقع على عقد وما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين والدفاع عن سمعتكم أيضاً وإثبات وجهة نظركم من الآن وحتى ساعات الصباح وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وبتظلها فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدون مغامرات ولا مجازفات ولا مخالفة قوانين أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا اجتماعياً بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو ممكن تستعيد ببعض الأصدقاء أو المعارف لإنجاز بعض الأمور المهمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة هاي فترة ممتازة جداً للامتحانات للمراسلات للأوراق المعاملات اللي بحاجة أنك ترسلها أو تستقبلها لخارج البلاد وأيضاً للتسويق والعلاقة مع الأحبة أما من ساعات الصباح حون تتركز جهدكم خلال هذا اليوم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من ساعات الصباح طبعاً ممكن شوي هيك يصير في بعض الضغط على المستوى الاجتماعي تدافع عن سمعتك عن مصالحك الاجتماعية ولكنها بتظل فترة ممتازة لتقديم طلبات العمل أو للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنهمكم في ضبط شوانكم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح طبعاً الأموال المشتركة هي المال اللي معك شريك فيه بنك، ضريبة، تأمين، زوج، زوجة هاي اسمها أموال مشتركة حتى شركك بالعمل هو شريك فرغم النفقات إلا إنه بظل في هاي ساعات فيه فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن برضو بدك تسارل لتصحيح بعض الأخطاء ممكن يعني هيك تستعيد ثقتك بنفسك أكثر الأجواء داعمة لك بقوة وحاول بس إنك ما تغامر بالأمور المالية من ساعات الصباح وما بعد يعني طيلة اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبرضو جيدة للامتحانات للمقابلات للحوارات للأوراق والمعاملات القانونية للإقامة هجرة أشياء من هذا القبيل وأيضاً للتعامل مع الأحباء برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعاً ينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة ما زال القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فحاولوا إنك تتعاملوا بلين مع شركاكم سواء بالعمل أو العاطفة حاول إنك تعزز العلاقة معهم جيدة للمصالحات والحوار والنقاش ولكن بليونة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بصير التركيز على الأمور المالية المشتركة متعودوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وحاولوا فقط إنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت لأن اليوم الطاقة بتصير زيادة فعندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال حاول تنفيذها دون تردد ما تلتهي بالأمور الثانوية وحاول إنك تصحح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا العمل ما زال يتراكم عندكم القمر الآن بتجه لمقابلتكم تماما حاول قدر الإمكان تنجز الأعمال الضرورية والمهمة من الآن وحتى ساعات الصباح حاول إنك ما تدخل بأي خلاف أو نقاش مع زملائك بالعمل وحاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة ممكن يكون في عندك بعض اللقاءات أو الإجتماعات من الآن وحتى ساعات الصباح حاول إنك تخليها تكون ناجحة بهدواك أما من ساعات الصباح وما بعد القمر بيصير مقابلك تماما هنا بإمكانكم تعزيز العلاقة مع شركائكم سواء بالعمل أو العاطفي أو ما بين الأزواج ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما ضخموا الأمور لأن طاقتكم بتكون ضعيفة وسهل جدا استفزازكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل الأجواء الجيدة أو ممتازة حتى لتعزيز رغباتكم مع الأحبة أو تقرب من الأحبة وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم ما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن يكون في لقاء أو تهتم بهواية أو تهتم بنفسك أكثر الفترة هاي جيدة للترفيه لتغيير الجو لتقارب مع الأحبة مع الأبناء يعني حظك كمان بيدعمك شوي ولكن ما تبالغ فيه أما من ساعات الصباح هنا بدكوا تنتبهوا لصحتكم ولعملكم لأنه بيبدأ العمل بالتراكم وحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا خلال هذا اليوم في أي مواجهة مع زميل وممكن اليوم يكون عندك لقاءات أو اجتماعات أو تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي فلازم كل الأمور هاي اتممها بالكامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه